الشخير مشكلة منعاني منها أكانت من الشخص نفسه أو على صعيد الشريك والأهل بالمنزل مشكلة يغض النظر عنها خوفا من تعرض المصاب فيها للأحراج أو جراء اعتبارها حالة طبيعية بالطال كالإنسان ولكن طبيا هناك أسباب صحية كتيرة بتأدي إلى الشخير يلي يعتبر أيضا انذار أولي لاحتمال إصابة الفرد بأحد الأمراض كل شي ممكن يضيق القصبة الهوائية بيؤدي أنه هذا الشخص يصير فيه عنده شخير فهي التكوين فيه أشخاص بيكون حراكهم واطئ فيه أشخاص بيكون القصبة الهوائية عندهم ضيقة نحن بنعرف أنه الأشخاص اللي عندهم مثل التوى بعضمة المنخار ما بيقدروا يتنفسوا منيح لأنه بيصير فيه رحميات بمنخيرهم فبالتالي بالليل بيفتحوا تمهم وبيضطروا أنه يتنفسوا من تمهم فيه عندنا أشخاص بيكونوا أباز بيكون عندهم وزن زيد فالعضلات اللي موجودين حوال القصبة الهوائية بيكونوا متضخمين هون بتصير المشكلة لأنه هيدا فيها تأدي لمشاكل قلب فيها تأدي لجلطات نحن بنسميها سليب أبنية هلأ فيه عندنا غير أسباب عندنا أسباب الألكوليك يعني بيشربوا كمية ألكول كبيرة هالألكول أكيد بيأدي لأنه يتبنجوا هول العضلات إضافة إلى ذلك بيأدي الشخيط ببعض الأحيان إلى تفكك العلاقة بين الزوجين بالوقت يلي يفترض على الشريك أنه ينبه الطرف الآخر عن إمكانية وجود خلال صحي وبالتالي دفعوا إلى زيارة الطبيب الشخير فيها تكون فعلا مشكلة تحت منها ومشكلة كبيرة هيدا الشخص معه بينام مرتاح هيدا الشخص بيوعى الصباح بيكون عنده عصبية لأنه منام منيح بيكون عنده عدم تركيز لأنه منام منيح بيكون عنده لقاية قلب سريعة فيه يعمل ضغط عالي فأكيد مش مفروض الشريك ينايمه بغير قوضة المفروض أنه ينتبه له وعي حكيم الصحة طبعه أو حكيم العيلة يفحصه حكيم العيلة وحسب شو بيطلع معه أي سبب يبعته عند الاختصاص اللي يلازم الشخير أمر لا يستهين أو يستخف فيه لذلك معالجته ضرورية لا توخي الوقوع بفخ الأمراض الخطيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة